اشتركوا في القناة برنامج التفوق تتبعونه عبر صوت التربية والتعليم برعاية الكلية الجامعية للعلوم التطبيقية رائدة الإبداع والتميز بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أعزائي طلاب الصف الثاني عشر علمي أهلا بكم عبر أثير صوت التربية والتعليم الإذاعة التعليمية الأولى من فلسطين التي تبث على موجة 102.1 FM أنا محدثكم المعلم إبراهيم الدعيج مدرس مادة العلوم الحياتية في مدرسة تل الربيع الثانوية للبنات نلتقي اليوم بكم في حلقة جديدة من مادة العلوم الحياتية للصف الثاني عشر علمي وعنوان درسنا اليوم هو الإختلالات الوراثية الآن لو جينا على الإختلالات الوراثية الإختلالات الوراثية طبعا تنشأ نتيجة طفرات هذه الطفرات بتغير في تسلسل النيوكلوتيدات لجين معين تغير الجين أو تغير الترتيب طبعا نحن عارفين أنه أي طفرة بتغير الترتيب الكيميائي أو الترتيب القواعد النيتروجينية للجين المسؤول عن صفة معينة بيأدي إلى ظهور صفة جديدة بروتين جديد قد يكون بروتين محبذ يعني صفة مرغوبة أو بروتين غير فعال لعدم بناء هذا البروتين بشكل صحيح أو عدم تصنيع يعني ممكن الطفرة تأدي إلى عدم تصنيع هذا البروتين بشكل أساسي هذا الأمر بيأدي إلى حدوث حالة مرضية تسمى الاختلال الوراثي طبعا الطفرات نعين في عندي طفرات كروموسومية وطفرات جينية الطفرات الجينية ما تحدثنا عنه أنه عبارة عن تغير دائم في تسلسل القواعد النيتروجينية التي تشكل جينا معينا قواعدة نيتروجينية محل أخرى تم استبدال أو حذف قواعدة نيتروجينية المهم أن تسلسل القواعد النيتروجينية في الجين تم تغير فالآن لما يتغير ترتيب القواعد وتسلسل القواعد النيتروجينية في الجين يصبح في الجين خلل فزي ما تحدثنا إما أن لا يصنع البروتين أساسا أو يصنع بروتين فيه خلل أو يصنع بروتين مختلف الطفرات الجينية أو بعض الطفرات الجينية تؤدي إلى حدوث اختلالات وراثية عند الإنسان تسبب أمراض من هذه الأمراض في عنا مرض كرابي نسبة للطبيب كنود كرابي اللي اكتشفه هذا مرض ناتج عن طفرة جينية متنحية على كروموسوم رقم 14 الكروموسوم الجسمي رقم 14 طب هذا الطفرة يش بتعمل تسبب تدمير أغلفة الخلايا العصبية الميلينية طيب لما تدمر أغلفة الخلايا العصبية الميلينية بتظهر أعراض مرضية على الطفل قبل بلوغ سن الستة أشهر طيب إيش أعراض المرض؟ لو قالنا ما أعراض مرض كرابي منقول صعوبة في التغذية حمى تأخر في النمو تشنجات عضلية فقدان السمع والبصر فقدان القدرة على الحركات الإرادية بما فيها البلع يستطيع أن يبلع الطعام يعني يلجأ لتغذية إلا هو بطرق أخرى عادة ما يموت الأطفال في معظم الحالات قبل بلوغ السنتي قبل ما يبلغ من عمره عامين بيموت الأطفال المصابين بهذا المرض وبالمناسبة هذا المرض يعني الحقيقة موجود في بعض القرى الفلسطينية موجود عندنا يعني في المجتمع الفلسطيني في بعض القرى بانتشر أكثر من مناطق ثانية السبب في ذلك هو عملية الزواج الأقارب طب نيجي على المرض الثاني أو الاختلال الثاني الناتج عن طفرة جينية وهو مرض فني الكتيونوريا فني الكتيونوريا مرض وراثي سبب طفرة جينية متنحية على الكروموسوم رقم 12 طيب الآن لما سير طفرة متنحية حولت الجين من جين سائدي لجين متنحي على الكروموسوم رقم 12 هذا الجين الآن لما أصبح جين طافر متنحي لم تعد لديه القدرة على انتاج انزيم فنيل ألينين هايدروكسليز انزيم اسمه فنيل ألينين هايدروكسليز هذا الانزيم مسؤول عن تحويل الحمض الأميني فنيل ألينين إلى حمض أميني آخر يسمى تايروسين هذا الحمض الأميني التايروسين يدخل في بناء مادة الميلانين المسؤول عن إظهار لون صبغة الجلد والشعر والجسم طيب كمان التايروسين أيضا مسؤول عن بناء هرمونات مثل الإبنفرين والنورو إبنفرين وهرمون الثايروكسين لكن احنا هنا يعني البهمنا له إيش الميلانين طب لو قلنا وضح بمخطط وهذا ورد في الامتحان كيفية تكوين صبغة الميلانين في الجسم فبليجي بنقول حمض أميني فنيل ألينين في وجود انزيم فنيل ألينين هايدروكسليز بتحول إلى حمض أميني تايروسين ومن حق سهم التايروسين بينتج صبغة الميلانين هذا سؤال ورد في أحد الامتحانات طب الآن فيش عندي تحويل الفنيل ألينين إلى تايروسين طب إيش بيصير يتراكم الفنيل ألينين بتحول إلى مواد سامة في الدم طيب المواد السامة هذه إذا وصلت الدماغ تسبب تخلف عقلي شديد وتأخر في النمو لدى الأطفال المصابين بهذا المرض بتم فحص الموليد الجدد خلال أسبوع الأول من بعد الولادة تظهر عليهم حقيقة بعض الأمراض الجلد بيكون لونه أبيض بشكل كبير راحت البول بتكون كريهة جدا يعني هذا أعراض لا يصل على طبعا الطالب فالمهم إذا تم الكشف المبكر عن هذا المرض ما في علاج إلا باتباع حمية غذائية الحمية الغذائية أنه يوصف حليب خاص للرضيع يحتوي على كمية قليلة من الفنيل ألينين على أساس أنه الفنيل ألينين اللي موجود في الحليب يستخدم فقط في بناء الخلايا ولا يتراكم في الجسم يعيش الفرد في هذه الحالة طبعا حياة طبيعية طالما التزم بحمية غذائية خاصة طب إيش الحمية الغذائية الخاصة؟ أنه يتناول أغذية بتكون نسبة الفنيل ألينين فيها قليلة مثل الخضروات والفواكه طيب في عنا طبعا بيتجنب هذا الشخص المصاب مواد غذائية تحتوي على نسبة عالية من الفنيل ألينين مثل الحليب والأجبان واللحوم والأسماك والبيض والمكسرات وغيرها إذن هذا بالنسبة لمرض فنيل كوتيونوريا المرض الأخير بناتج عن خلل أو طفرة جينية مرض حمى البحر المتوسط العائلية مرض وراثي سببه طفرة جينية متنحية على كروموسوم رقم 19 طب إيش بيأدي هذا الطفرة؟ تؤدي إلى خلل فيه إنتاج أبروثين مهم في عمل بعض الخلايا المنعية المسؤولة عن تنظيم الاستجابة الالتهابية طيب من أعراض المرض حدوث نوبات متكررة من الالتهاب المؤلم مصحوبة بحمى في الصدر والمفاصل والقلب والغشاء المحيط بالدماغ والحبل الشوكي طبعا يعني علاج هذا المرض إذا تم تشخيص لدى الأطفال المصابين بهذا المرض يمكن علاجهم بسهول بمادة تسمى الكولوشيسين طيب نيجي الآن على الطفرات الكروموسومية الطفرات الكروموسومية حقيقة لا تتدخل في التركيب المباشر للجين ولكن تتدخل في تركيب الكروموسومات يابتغير تركيب الكروموسوم يابتغير عدد الكروموسومات إذن أحنا خلصنا من الطفرة الجينية لاختلالة الورثية إما أن تنشأ عن طفرة جينية أو السبب الثاني وهو طفرة كروموسومية الآن الطفرة الكروموسومية أولا تغيير في تركيب الكروموسوم بتغير تركيب الكروموسوم لاحظ معنا على شكل 15 طفرات التغير في تركيب الكروموسوم صفحة 67 أنه أنا عندي كروموسوم طبيعي طبعا أنواع الطفرات اللي بتغير في تركيب الكروموسوم في عندي كروموسوم طبيعي A, B, C, D, E, F, G, H الآن ممكن يحدث جزء من الكروموسوم فبيصير الكروموسومها حذفنا D صار A, B, C, E, F, G, H هل هذا الكروموسوم هو نفسه الطبيعي؟ طبعا لا، هذا الأمر سيديه لحدوث خلال معين تكرار جزء من الكروموسوم هيحط لنا B, C باللون البنفسج الغامق تكررت وهذا بتحدث أثناء عملية طبعا في الطور التمهيد الأول أثناء عملية العبور ممكن يتكررت جزء من الكروموسوم أكثر من مرة طب الآن الكروموسوم الناتج بيختلف كليا عن الكروموسوم الأصل الطبيعي هذا الأمر أيضا يؤدي إلى حدوث خلال معين الانقلاب طبعا الطفرة الأولى سمع الحدف الثاني التكرار الطفرة الثالثة هي الانقلاب الآن A, B, C, D, E, F, J, H الآن أحيانا ممكن تنفصل قطعة من الكروموسوم وبتدور بزاوية 180 درجة وبترجع ترتبط في نفس المواقع فبيصير إيش؟ بتنقلب لأنه الترتيب الخطي انقلب فيها نعكس فبتصير A, D, C, B, E, F, J, H فلاحظ عزيز الطالب أنه الترتيب الخطي للجينات تغير جابوا لهم سؤال في الامتحان الطفرة التي تغير الترتيب الخطي للجينات من نوع طبعا بنقول انقلاب طب نيجي الآن على طفرات الانتقال A, B, C, D, F, J, H في تحت كروموسوم غير مماثل للكروموسوم الأول يعني بيحمل الجينات نفس الصفات لو كان A, B, C, D, F, J, H إلى آخره وتبادل انقطع هذا إشي كويس في عملية العبور هذا بيؤدي إلى ظهور ترتيب وراثية جديدة ولكن الخطر لما يجي كروموسوم غير مماثل بيحمل الجينات نفس الصفات بيحمل جينات لصفات أخرى ويجي يقابل للكروموسوم الأول ويتبادل مع قطع يعني بتصير عملية التبادل بين إيش تبادل قطعتين مختلفين بين كروموسومين غير متماثلين غير متناظرين طبعا التركيب للجين إلى الكروموسوم تركيب الكروموسوم هيختلف كليا هيصير يحمل جينات مش موجودة عليه أصلا مش إلو لكروموسوم ثاني فبالتالي بتختلف الكروموسومات كليا هذا الحالة حقيقة خطيرة يعني قد تؤدي إلى حدوث أمراض سرطانية زي سرطان الدم اللوكيميا طيب هذا إذن بالنسبة للطفرات اللي بتغير في تركيب الكروموسوم زي ما تعرفنا حذف تكرار انقلاب وانتقال يطلب من الطالب الرسومات هذه مطلوبة قد تأتي يعني ما بيقول لك أرسم ولكن بيجيب لك رسمة وبقول لك هذا الرسمة بتدل على أي نوع من الطفرات ممكن يسيق عليها أيضا أسئلة بطرق مختلفة فيجب على الطالب معرفة شكل 15 مطلوب صياغة أسئلة أو تعيين أجزاء نأتي على النوع الثاني من طفرات الكروموسومية تغيير في عدد الكروموسومات التغيير في عدد الكروموسومات قد يكون طريقتين قد يكون حالات عدم انفصال وقد يكون تعدد المجموعات الكروموسومية إذن الطفرات اللي بتغيير في عدد الكروموسومات ألف حالات عدم انفصال بحالات التعدد أو تعدد المجموعات الكروموسومية خلينا نيجع على حالات عدم الانفصال وهذا الصحيح مهم جدا وأسئلتها كثيرة في الانتحان حالات عدم الانفصال نحن نطلع معنا على شكل 16 حالات عدم الانفصال والتغير في عدد الكروموسومات صفحة 69 في النسخة التجربية نيجع على أول شيء انفصال كروموسوم طبيعي نحن عارفين أن الانقسام المنصف وتكوين القامطات بيحدث على مرحلتين المرحلة الأولى من الانقسام المنصف أنه خلية 2 نون تعطينا خليتين نون نون المرحلة الثانية من الانقسام المنصف كل خلية نون تعطينا خلايا نون 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 في نهاية الأمر من الخلية الأصلية القبل الانقسام ينتج أربع خلايا تحتوي على نصف عدد كروموسومات الخلية الأصلية طيب الآن شايفين احنا أول رسمة هاي أربع كروموسومات زوجين من الكروموسومات انفصلين لما انفصلين في الانقسام المنصف الأول أعطني زي ما احنا شايفين خليتين بعدين كل خلية انقسمت انقسام أو مرحلة ثانية من الانقسام المنصف أعطتني أربع خلايا في كل خلية نون 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 الآن نجعل عدم انفصال قد تحدث عملية عدم انفصال في الانقسام المنصف الأول أحد الأزواج الكروموسومية المتماثلة بتلاقيين التسقن مع بعض وما انفصلن طب لما ما ينفصلنش لاحظ عزيز الطالب أنه إيش الناتج خلية هتحتوي على نسخة إضافية من الكروموسوم وخلية ثانية هيصير عندها نقص في نسخة من هذا الكروموسوم طب لو انقسمن يعني الخلية بتصير نون زائد واحد والخلية الثانية بتصير نون ناقص واحد لأنه نقص عندها كروموسوم حيث نون يسوي عدد الكروموسومات فالآن النون زائد واحد بتنقسم انقسام متساوي فتعطيني خليتين نون زائد واحد نون زائد واحد الخلية صار عندها عدم أو صار عندها نقص في أحد الكروموسومات نون ناقص واحد بتنقسم انقسام متساوي وبتعطيني نون ناقص واحد نون ناقص واحد إذن هذا عدم انفصال في المرحلة الأولى للانقسام المنصف أزواج الكروموسومات المتماثلة فأعطاني أربع خلايا نون زائد واحد نون زائد واحد خليتين نون ناقص واحد نون ناقص واحد طب الآن ممكن عدم الانفصال يصير في المرحلة الثانية للانقسام المنصف يعني في الانقسام العادي في المرحلة الأولى انقسام طبيعي خليتين نون نون ولكن بيصير عدم انفصال وانقسام للسنترومير في أحد الأزواج أو الكروموسومية المتضاعفة كروموسوم متضاعف ما احنا عارفين في المرحلة الثانية تصطف الكروموسومات فرادة في منتصف الخلية السنترومير في الكروموسوم المتضاعف اللي بتكون من الكروماتيدين بنقسم فبتلاقي نص الكروموسومات فوق ونص الكروموسومات تحت فالآن في هذه المرحلة ما بيصير انفصال للسنترومير فبيظل زوج الكروموسومات المتضاعف معا ويروح لأحد الخلايا التناسلية فبتلاحظ عزيز الطالب أنه في المرحلة الثانية هاي شايفين كيف صار الكروموسوم ظلوا مع بعضه ما انفصل زوج الكروماتيدات عن بعضها الكروماتيدات الشقيقة فنتج عندي نون زائد واحد أحد الخلايا أخذت نسخة إضافية نون ناقص واحد بعدين صار عندي نون نون اللي هو الكروموسوم الطاولة القميط الثاني الطبيعي انقسموا بصورة طبيعية فأعطاني قميطات طبيعية نون نون هذا عدم الانفصال هذا طبعا الشكل يعني مطلوب صياغة أسئلة على الطالب أن نكون أيضا عارفه فإذا يحدث عدم الانفصال في بعض الحالات أو يحدث عدم انفصال لأحد الأزواج الكروموسومي المتناظرة عن بعض أثناء الطور الانفصالي الأول من انقسام المنصف أو عدم انفصال الكروماتيدات الشقيقة عن بعضها في الطور الانفصالي الثاني طب ايش بينتج؟ ينتج قاميطات أو قاميط يحتوي نسختين من الكروموسوم نفسه وقاميط آخر لا يحتوي أي نسخة من هذا الكروموسوم طب عند اخصاب البويضة البويضة المخصبة بتظهر فيها الأنماط الآتية أول حاجة اثنين نون نسخة طبيعية انه نون أخصب نون قاميطة بيحتوي على نون أخصب بويضة بتحتوي على نون فنتج عندي في هذه الحالة اثنين نون طيب الآن لو اجينا على قاميط نون زائد واحد وأخصب بقاميط طبيعي نون حيكون في هذه الحالة اثنين نون زائد واحد طب القاميط اللي عنده نسخة واحدة فقط من الكروموسوم يعني نون ناقص واحد إذا أخصب بقاميط طبيعي نون حيصير عندي اثنين نون ناقص واحد فإذن البويضة الطبيعية نون إذا أخصبت بقاميط طبيعي اثنين نون البويضة اللي بتحتوي على كروموسوم نسخة إضافية من الكروموسوم طبعا حتصير إيش تحتوي على ثلاث نسخ من الكروموسوم نفسه فاثنين نون زائد واحد في أحد إذا نون ناقص واحد القاميط أخصب بنون حينتج عنده بويضة بتحتوي على نسخة واحدة فقط من الكروموسوم بدل النسختين فبيصير اثنين نون ناقص واحد في عنا شكل 17 هذا الطرز الكروموسومية لبعض الاختلالات الوراثية بيوضح فأحنا عارفين أنه الإنسان فيه 23 زوج مليكروموسومات وعنده زوج مليكروموسومات الطبيعية الأنثى XX والذكر XY فالآن لاحظ أنه في عنا أول متلازمة بتواجهنا متلازمة داود أنه أحد القاميطات بيصير عدم انفصال لزوج الكروموسومات الجسمية رقم 21 وإذا أخصبناه بقاميط طبيعي بيصير عنده ثلاث نسخ من الكروموسوم رقم 21 بتنتج متلازمة داود بيكون عنده في هذا الحال المصاب بمتلازمة داود 45 بدل 44 احنا عارفين أن الإنسان الطبيعي الذكر 44 زائد XY الأنثى 44 زائد XX العدد 46 هذا الشخص بيكون عنده 47 كروموسوم في الخلايا الجسمية فبيكون تركيبه 45 زائد XY ذكر 45 زائد XX بتكون أنثى طبعاً أحنا عارفين هذا الأفراد اللي بسميهم المنغوليين بيكون عندهم قصر القامة امتلاء القامة لسان طبعاً فم مفتوح لسان متدلي متشقق ثنية تحت العين بيكون عندهم أيضاً درجات متفاوتة من التخلف العقلي فيه عندنا متلازمة إدواردس هان إلا للخلال أنه عدم انفصال في زوج الكروموسومات الجسمية رقم 18 فالفرد بعد الإخصاب بيصير عنده ثلاث نسخ من هذا الكروموسوم الجسمي فطفس قصة متلازمة دون بيكون عنده 45 زائد XY و45 زائد XX طبعاً هذول الأشخاص يعني فيهم تشوات خلقية مثل تشوات خلقية في الرأس إلى آخرين طيب نيجي الآن على عدم الانفصال في الكروموسومات الجنسية أحياناً بيصير عدم انفصال في زوج الكروموسومات الجنسية إما XY أو XX طيب إذا صار عدم انفصال في زوج الكروموسومات الجنسية XY عند الزكر لزق الXY وعباه بعض حلاحظ أنه أنا بنتج حيوانات منوية XY وحيوانات منوية O يعني لا تحتوي على الكروموسومات الجنسية طب إذا الحيوان المنوي O أخصب البويضة الطبيعية X في هذه الحالة حيكون عندي XO XO يعني حتكون 44 زائد XO عدد الكروموسومات 45 بدل 46 طب إيش بتكون هذه الحالة XO بتكون بسميها متلازمة تيرنر أنثى قصيرة عقيمة طبعاً بتعاني من تخلف عقلي لأنه كمية الهرمونات الجنسية والأنثى ما بتكون كافية نتوصلها سن البلو فهذه حالة ممكن هذه الحالة تنشأ أنه يصير عدم انفصال عند الأنثى في زوج الكروموسومات الجنسية XX فالأنثى في هذه الحالة بتعطيني بويضات XX ملتسقة معاً وبويضات O لو أخصب البويضة O اللي فيش فيها كروموسوم جنسي بالحيوان المنوي X أيضاً حتنتج XO وحتنتج تيرنر فيمكن إنتاج الحالة تيرنر بطريقتين عدم انفصال عند الذكر أو عدم انفصال عند الأنثى نأتي على الحالة الثالثة ممكن بويضة يصير فيها عدم انفصال لزوج الكروموسومات الجنسية XX طب هذا البويضة XX والبويضة الثانية حتكون O طب لو أخصبت بحيوان منوي Y حينتج عندي XXY طب ممكن يصير عدم انفصال عند الذكر لا الحيوانات المنوية XY حيوان منوي XY وحيوان منوي O طب لو XY الحيوان المنوي صار فيه عدم انفصال أخصى بويضة طبيعية X أيضاً حينتج عندي XXY وهذه بتكون متلازمة Clean Filter ها نذكر عقيم بتظهر عليه بعض الصفات الأنثوية لأنه عنده كمية الهرمونات الجنسية الأنثوية بتكون مضاعفة المهم احنا يعني بكون هذا الذكر عقيم يعاني من ضمور في الخصيتين لأنه بتكون عنده أصلاً أمهات المنية مش موجودة في جدار الخصية فبالتالي لا ينتج حيوانات منوية هذا طبعاً بالنسبة للمتلازمات الموجودة في حالة طبعاً عدم الانفصال نيجع على حالة التعدد المجموعات الكروموسومية أحياناً بيصير فشل لبويضة جنسية أو خلية تناسلية أنثوية أنها تنقسم وتكون بويضات طبيعية عدم خيوط المغزل ما انكمشت بصورة طبيعية أو أنه بعد مثلاً الانقسام النووي ما حدث انقسام للسيتو بلازم المهم طبعاً بينتج عندي في هذه الحالة مثلاً خلايا تحتوي على عدد مضاعف من الكروموسومات كيف يعني؟ مثلاً لو جئنا على بويضة 2 نون تنقسم إلى بويضتين نون نون مثلاً أو أربع بويضات مثلاً نون أو بويضة نون وأجسام قطبية طيب هذه أصول تنقسم إلى نون طيب فشلت في الانقسام ظلتها 2 نون لو إجت أخصبة بقاميط طبيعي نون 2 نون و1 نون 3 نون طيب نشوف الحالة الربعية 4 نون بويضة مخصبة 2 نون الآن بدأت تنقسم إلى خليتين عساس تكون الجنين 2 نون 2 نون بيصير تضاعف للكروموسومات صار عدد الكروموسومات 4 نون خيوط المغزة الإجت تشد ما فشلت إنها تشد وتفصل الكروموسومات عن بعضها أو إنه البويضة المخصبة بعد ما صار انقسام نووي فشل السيتوب لازم في الانقسام فبتظلها الخليفة هذا الحالة 4 نون طيب هذا الأمر يحدث في النباتات وهو محبذ محبذ لأنه بيؤدي إلى ظهور ثمار كبيرة الحجم عشان هيك المزارعين بيبرشوا القمم النامي للنبات بمادة تسمى الكولوشيسين اللي بتمنع إنكماش خيوط المغزة على أساس إيش ينجوا أو يحدثوا تعدد الكروموسومي بصورة صناعية طبعاً هذا ما بتصير في الحيوان لأنه عملية تحديد الجنس في الحيوان حقيقة بتستدعي وجود توازن دقيق بين عدد الكروموسومات الجسمية والجنسية لاحظ أنه في عندي هاي مثلاً في شكل 18 بطيخ طبيعي بيحتوى على بذور عمله في طفرة 3 نون أنتج طبعاً إلا هو بطيخ بدون بذور عنب بيحتوى على بذور صار في طفرة أنتجت إلا هو 4 نون صار عدد الكروموسومات 4 نون في الخلايا فأنتجت إلا هو عنب بدون بذور الموز الطبيعي حقيقة يعني اللي نحن عارفينه هذا موز بيحتوى على 3 نون بدون بذور ولكن ثمرة الموز في أصلها هي 2 نون والموز بيكون فيه بذور طعمه حامض فالصحيح أنه يعني هاي أحدث طفرة فأندجت الموز اللي احنا بنتعامل معاه وهو موز ايش بدون بذور هنا طبعاً يعني احنا بنكون أعزاء الطلبة وصلنا إلى نهاية وختام هذه الحلقة من شرح لمادة الاختلالات أو موضوع الاختلالات الوراثية تناولنا طبعاً سبب الاختلالات الوراثية الطفرات الجينية والطفرات الكروموسومية وشفنا أمثلة على الأمراض اللي بتسببها الطفرات الجينية وشفنا حالات أو أسباب أو أنواع الطفرات الكروموسومية وإيش الحالات اللي بتسببها والاختلالات الوراثية اللي بتسببها الطفرات الكروموسومية إلى هنا طبعا أعزاء الطلبة نودعكم على أمل اللقاء بكم في الدرس القادم فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كنتم مع شرح مفصل لمنهاج الصف الثاني عشر الفرع العلمي ومبحث الأحياء شكرا لإصغائكم ونلقاكم بإذن الله في الدروس القادمة مع تحيات إذاعة صوت التربية والتعليم شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة